السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء التلاميذ أهلاً وسهلاً بكم في الدرس الثامن من سلسلة الدروس التعليمية في الرياضيات لنكون من خلال هذا الدرس مع الأعداد من 0 إلى 199 التفكيك والتركيب إذن دعونا نبدأ أحسب ذهنياً عددان مجهولان ومجموعهما معلوم خمسة زائد أربعة يساوي تسعة أستكشف خرجت 186 نملة للبحث عن مؤونة فصل الشتاء البارد ولما وصل النمل إلى الحقل توزع إلى مجموعتين وشرع في العمل أبحث عن عدد النمل في كل مجموعة لمعرفة عدد النمل في كل مجموعة سنقوم بتفكيك العدد 186 186 يساوي 86 زائد 100 أتدرب أولاً أكتب الأعداد الممثلة على المعداد ثم أفككها مئة ثلاثة وعشرون ثلاثة وعشرون زائد 100 مئة خمسة وأربعون خمسون زائد خمسة وتسعون مئة اثنان وثلاثون اثنان وستون زائد سبعون مئة واثنان واحد وخمسون زائد واحد وخمسون ثانياً أفكك الأعداد التالية حسب الصيغة القانونية مئة سبعة وخمسون سبعة زائد خمسون زائد مئة مئة خمسة وثلاثون خمسة زائد ثلاثون زائد مئة مئة أربعة وعشرون أربعة زائد عشرون زائد مئة ثالثاً أكمل ستة زائد أربعون زائد مئة يساوي مئة ستة وأربعون ستون زائد مئة يساوي مئة وستون واحد زائد ستون زائد مئة يساوي مئة واحد وستون أوظف أولاً ألون العدد أو العبارة العددية التي تناسب الرسم ثانياً أمثل بقية الأعداد أو العبارات العددية مئة تسعة وثلاثون مئة وتسعة وثلاثون مئة زائد ثلاثون زائد تسعة ثانياً في ضيعة جدي مئة واثنان وأربعون شجرة خوخ ومشمش أبحث عن عدد أشجار الخوخ وعدد أشجار المشمش إذا علمت أنهما عددان متساوياً وأشرح لأصدقائي طريقة عملي لمعرفة عدد أشجار الخوخ وعدد أشجار مشمش المتساويان نقوم بتفكيك العدد مئة اثنان وأربعين كالآتي لنتحصل على عدد أشجار يساوي واحد وسبعون لكليهما أقيم أفكك حسب اختياري مئة خمسة وسبعون يساوي خمسة زائد سبعون زائد مئة مئة خمسة وسبعون يساوي خمسة زائد مئة وسبعون مئة خمسة وسبعون يساوي خمسة وسبعون زائد مئة مئة خمسة وسبعون يساوي خمسة وعشرون زائد خمسة وسبعون زائد خمسة وسبعون يساوي 50 زائد 125